الذي لم يتعلم العقيدة الصحيحة بأدلتها الصحيحة على فهم سلف الأمة وعلمائها الربونيين لا شك أنه يقع في أخطاء مخالفات شنيعة خاصة فيما يتعلق بالله عز وجل فمن الخطأ الشائع اعتقاد أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الناس من العلو إلى الأسفل بحيث يخلو المكان الأعلى ممن ينزل إلى المكان الأسفل فمثلا لو كان زيد من الناس في الطابق العلوي ونزل إلى الطابق السفلي فالطابق العلوي ليس في أحد لأنه انتقل إلى الطابق السفلي مثل هذا لا يقال في الله جل جلاله حال نزوله إلى السماء الدنيا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأننا إذا قلنا مثل هذا وقعنا في مخالفتين الأولى شبهنا الخالق بالمخلوق الثانية وقعنا في مخالفة الكيف فالكيفية مجهولة نعم ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثل الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله وذلك كل ليلة ويقول هل من ما استغفر فأغفر الله هل من تأب فأتوب إليه والحديث في الصحاح فكثير من الناس وقع في مخالفة الكيف وهو لا يشعر فيظن أن العرش خلى من الله لما نزل إلى السماء الدنيا وهذا غلط فاحش لذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن السواء الله على عرش قال السواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعاه فالصواب أننا نؤمن بالنزول الإلهي لكن لا نعلم الكيفية فالكيف مجهول فنثبت النزول بلا تكيف وبلا تعطيل أو تأويل فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه قاعدة في التعامل مع الصفات الخلاصة فالنزول ثابت والكيفية مجهولة والتشبيه ممنوع هذه عقيلة المسلمين في نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا وهذا من عظمة الله وقدرة المطلقة سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين